السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثواب العظيم جدا 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 لإقراض الناس والذي اللي علموا أكثر الناس كسيبا الناس يبخل ويضن بالقرض يأتي إنسان محتاج ويطلع منه قرضا فيبخل عليه ولا يعرف أنه يخسر خسارة فهداحة جدا في سواب يوم القيام والحضراتكم بعض الملاقب العظيمة لإقراض الناس الرصاصة ما يكون في الحديث والحديث في نوصنا للإمام أحمد وصحاه الإمام الألباني من أنظر معصرا فإن له كل يوم مثله صدق فقالت صحابيه رسول الله صبحتك تقول من أنظر معصرا فإن له كل يوم مثله صدق قال الله يذيق قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فإن له كل يوم مثله صدق يعني إيه الحديث ده؟ لو أنت سألت واحد وإلا يكون ألف جنيه وإلا تقول له هترجع لي فلوس دي بعد شهر كل يوم كأنك تصدقت بألف جنيه لغاية ما ينتهي الشهر أقول ما ينتهي الشهر ولو الرجل ده أعصر فأنظرته ثاني كان كل يوم بتاقي الصحاب صدقة ألفين جنيه طيب لو لم يرجعش خالص يفضل لعدات شغال غاتهم الإيامة صدقة جارية صحاب عظيم جدا 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 شوفوا الصحاب العظيم ده القضاء حواجه الناس هذا الصحاب لماذا؟ الرسول عليه السلام حس بالصحاب العظيم للقرض فسأل جبريل عليه السلام قال له لم يرجع الله سبحانه وتعالى للقرض لإقراط الناس هذا الصحاب العظيم قال الله جبريل لأن الذي يسأل الناس لو لم يسأل الناس لغير حاجة أما المقترض فلا يقترض إلا لحاجة دي حاجة دي أول حاجة الحاجة الثانية قال له جبريل إن كانت لما بتقرض إن ما بتصدق بمال إنت بتصدق بفضل المال يسألونك ماذا ينفقون يقول العفو يعني القليل اللي بيتزيد عن حاجتك أما القرض إنت لما بتدي الإنسان بتقرضه إنت بتقطع من لحمك إنت بتدي له لحم مال إنت عايزه وبتشترط عليه ورجعه لك تاني طبعا لما تدي واحد مال فائد عن حاجتك أنت مش عايزه صدقة غير لما تدي واحد مال أنت بحتاج له فإذلك القرض صحاب عظم كتير كتير جدا من الصدق طبعا كثير من الناس بيجهل هذا ولا يعلم فلو جالك واحد اقترب منك مش قادر تديله قالك قالك دينا عشر قروش مش قادر تديله عشر قروش ديله خمسة مش قادر تديله خمسة ديله واربعة هديره ثلاثة هديره اتنين لكن ما تقولوش مش عادي ما تقولوش مش عاديك حاجة إلا لو كنت وكنت أولدت لو كنت أنت فعلا غير قادر يبقى إذن ليه؟ لأن انت هديته عشر قروش وقتله تسدد لي بعد شهر كل يوم تاخد صدقة بعشر قروش كل يوم في الميزان يا مكيام لغاية يوم ليه؟ أحلم عادة دين وما يداش يسدد العشرة دي تبقى عشرين طب ما يداش يسدد خالص تبقى يفضل عدد شغال أنا أحتسب الأجر كده حسب حقيقة صلى الله عليه وسلم أنا فهمت هذا الحديث بهذا وهذا ما أقول له وصوص على الصلاة شوفوا الصلاة العظيم لذا دي المقابة الأولى لإقراض الناس المقابة الثانية تأخذ صحاب اعتكاف شهرين كابلين في مسجد النبوي الشريف اللي في الصلاة فيه ألف صلاة يعني أمشي في حاجة لأخي لي خير لي من أن أعتكف بمسجيدي هذا شهر وفي رواية شهرين فيه حاجة أكثر من أن تقرأ إنسان طبعا رسالسلام قال لأني أمشي في حاجة أمشي معنى الحاجة ممكن تقضى وممكن تقضاش لغاية أنت تأقرضته فعلا يبقى الحاجة دي أخذيت يبقى السواب يبقى حظم جدا رسالسلام قال لأمشي في حاجة يعني المجرد أن أنت تحول تمشي معه وحصل توفيق وأخذية الحاجة أم لم تقضى لكن إنت أخذت حاجته فعلا يبقى هتأخذ سواب اعتكاف حتى لو أخذته مبلغ بسيط لو أخذته حتى مئة جنيه المبلغ ممكن تكون شايفه بسيط لكن هو يجيب يجيب أهل الجعانين في البيت ويجيب يجيب أطعام لأهل الجعانين يبقى يبقى أنت فرقت عنه كرب يبقى يبقى إذا مقامة الثانية هتأخذ اعتكاف شهرين في المجرد لو أنت أخذت النية واحتسبت الأجر أنا بديله عشان كل يوم أخذ صدقة بالمبلغ ده أنا بديله عشان أخذ سواب اعتكاف شهرين في المسجد النبوي حاجة الثالثة أنت تفرج عنه كربة يوم رب الله زمن ربحانه وتعالى يفرج عنك كربة من كرب الأخرة لا يزال الرب في عبد في عود العبد مدام العبد في عود ربه الجزء من جزء العمل لا يزال يعني أنت لو ما بقيتش في أخوك رب الله سبحانه هو كمان يتخلى عنك لا يزال مدام العبد في عود ربه طب لو تخلى العبد عن ربه عن أخيه المؤمن تخلى الله عنه الجزء من جزء الحمل ذلك لقامه دول وتلك اللقامه ندولها بين الناس فكربة يعني إيه أي زنب اللي يعمله أي كبيرة من الكبيرة اسمها كربة لنك متعرفش رب الله سبحانه وتعالى يخفيرها أعملش يخفيره يبقى أنت لو أخرجت إنسان المقامة الثالثة أنت فرجت عنه كربة في الدنيا ربنا يفرج عنك كربة في الآخر دمانت بإذن الله رب يفرج عنك الكربة لو أنت ما أخرجتوه وانت قادر لا يحصل مصيبة يعني الديان لا ينسى الديان لا يموت سبحانه وتعالى كما تدينه دودان انت فخلت عليه وانت قادر ومعاك فائد مال لو قلت أغلب على ظنك إنه إنسانا صالحا لو قلت أغلب على ظنك إنه إنسانا صالحا وسيرجع المال وسيستعين بهذا المال على طاعة وأنت معك فائد من المال وبخلت عليه تتأسم ربما تأسم اسم كبير طيب شو ربما ده أكيد الإنسان اللي يتخلى عن إنسان في حاجة هو قادر يأسم اسم كبير طيب إنك ربما أنت بتدفع ودفع للمعصية ربما يسرق ربما يرتشي ربما يتعامل بالربع عشان يجيب المال ده إنه يوجد نفسها عند الحاجة فأنت السبب أنت لازل دفعته إلى ذلك فإذا أنت هتشترك معه في المعصية إن أنت تدفعته دفعا إلى فإذا كان ربما يحط نفسه مكان السائل شو ما بيقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني قال قال يا رب يوم الإيابة كيف أطعمك وأنت رب العالمين يا رب قال استطعمك عبدي فلان ولم تطعمه مرضت ولم تزورني قال يا رب كيف أزورك وأنت رب العالمين ورب العالمين بيمرض قال مرض عبدي فلان ولم تعز أما إنك لو عزته لو وجدتاني عنده استقردك عبدي فلان وأنت مقلت عليه وأنت معك مال يبقى أنت كأن رب العالمين بيقردك بيقولك الديني وتقوله مش هتديك يا رب حاجة يبقى إذا اقتق الله سبحانه وتعالى لو حد استقردك في مال لازم تدينه ليس قادي تدينه مبنك كله يدينه النص يدينه الرابع ويحتسب الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى أنه بكل يوم ستأخذ السواب ما يساوي قيمة القرد ده صدقة كأنك تصدقت بالمال ده كل يوم لقد ما يحل الدين لما يحل الدين لو أخرته تاني يتضعف السواب تأخذ ضعف السواب كل يوم الحاجة التانية هتأخذ اعتقاف شهرين مع الله صلى الله السلام اعتقاف السواب اعتقاف شهرين الحاجة التالتة لو جالك وقال لك محل الدين وآخرته تاني هتأخذ شهرين تانيين لأن لأن انت فرقت عنده كربة تانية والحاجة التالتة أنك انت حاجة تانية فرقت الكربة عنه هتأخذ اعتقاف شهرين في مسجد نابوي يفرج عندك كربة صواء كان في الدنيا هنا يتوقع أخر爾 يتوقع في المصيبة في الدنيا لكن اذا لا استطيع إ union جداً من جنس العام فاذا تُخلى العبد عن أخيها فإذا تخلى العبده عن أخيه، تخلى الراب عن العبد. فالحالة الثالثة يفرج عنك كربة من كرب الأخيرة وأيضاً يقف جنبك في الدنيا. فأنا أكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو سخون شروه فيه آيكونة على الشمال جنب الجنب اضغط عليها ينفتح الوصف الفيديو سخونها إذا الكلام تشروه سخونها نرشوا هادر عين فيه تواب العلم علماً فإن الله أجرمها بيها من القيامة اشتركوا في الجرس واشتركوا في القناة سلامكم كل جديد ونساعدون على الشرطة والسنة والتنبياء كل القولة أستغفر الله يوني